محطتنا التالية يا ليا هي نحن تقفل بعالم الصحة والرجيم اللي بتتصدر اهتمام كل سيدة وصبية كثير من العنوين على مواقع إلكترونية عم تشكل لكم يمكن عدة عنوين ومواضيع لكن ببقى السؤال شو الأسلوب الصحي الأمثل للحفاظ على شكل صحي وسليم؟ شو هي إبرز الخطوات للحفاظ على صحتنا مع دخلنا بفصل الخريف والابتعاد عن الأنشطة البدنية وعن الرياضة رح أكيد نجاوب عليها وندخل بالتفاصيل لليوم مع خصائية التغذية إيفانا اليوسف صباح الخير إيفانا؟ صباحة صباحك سهلة يا أهلا فيكم صباحك يعني عم يحكي على موضوع بهم كل صبية وسيدة وخاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية كثير من الوصفات العنوين الجذابة اللي عم يقروا الصبايا قدام ده صحتها وشو هو الرجيم الصحي يعني اللي بتنصح فيه هلأ ثلاثة أربعة حاليا غلط كلها ما فيشي صحيح كلها بتكون خاطئة ما في دراسة للمصادر الغذائية ما في دراسة لتعداد الوجبات أول فترة منحف بعدين منلاقي حالنا أنه لما منرجع نحنا ناكل لحن نكون في عنا جوع للأكل اللي نحنا حرمنا حالنا فيه ناهيكي أنه نحنا بيكون عنا مشكلة بقى صحية لأنه في مصادر غذائية مانا موجودة ان حرمنا مننا ممكن صير معنا فئر دم ممكن صير يؤثر على السكر يضغط ممكن أحيانا ارتفاع كوليسترول يتغير عنا ريحة البول يصير عنا جهاد للكلية جهاد للكبت هاي كلها بسبب الأونلاين اللي مناخدها من فكرة أنه حدا حاططها بيكون أي حدا عباله يحط شيء أكيد مو أخصائيين تغذية لحاطينها فهي فاشلة كتير ما بنصح أي حدا يقروها بس ما أبدا ما ينفزوها لأنه كلها خاطئة هلأ نظام الغذائي الصحيح هو كتير سهل لما تقولي أنت دايت أو نظام الغذائي ما لازم الشخص أصلا يفزع منه أو يخاف أو يقول مثلا حرمنا من الأكل هو يبارا عن الخمس واجبات الفطور والغضاء والعشاء واجبتين خفيفات بيناتهم يعني هو مبدو بس قلل الكمية خفف الدسم والشو حوما تستخدمها خفف كمية النشويات يعني أسهل لأنه هني ما يعملوا شيء لحالهم إذا ما قدروا يعملوا التحكم أو كنترول فيه شيء اسمه أخصائي التغذية بيساعدهم بهذا الشيء نعم إيفانا يمكن بس خلص فصل الصيف خلصنا من الفواكه التازجة والخضراء وهلأ رح نروحها الشتوية اللي أنا ما بحبها رح يتغير أكيد نظام غذائنا كيف فينا نعود هالفواكه وهالخضراء وأصلا بالصيف متتحركي أكتر من الشتوية بهذا الموسم بالخريف اللي هو ما بينه بين ديك تعوضي شوية مشا ما تيجي فجأة عليك الشتوية تمام مثل ما أتي حضرتك صار فيه هلأ فصلين اختلافين بصير بقل كمية المويل ما نشربه فواكه بدنا نقلنا أكله إنه ما عاد فيه التنوع بهالفصل الممكن الخضر تعوض شوي لأنه هلأ بتنزلك مثلا موجود الخصمه موجود الخيار البنادورة موجودة عي فيه مويل كميات كبيرة البرتقان مثلا ممكن نعمله كعصائر ممكن نعكله نصير أكل يعني هون نحن بدنا نتحكم بحالنا بدنا نعرف أنه كل يوم نشرب 7-8 كاسات سواء بالماء أو ممكن مثلا زهورات قصص نتعاد عن الكافيين ابتعاد عن الكافيين لأنه الكافيين بيؤدي لأدرالبول بيؤدي لجفاف يعني بهالحال شوي شوي نحن بدنا نعود حالنا أنه فيه عندنا شيء هلأ ستيبس لازم نعمله لأنه معدبئة نحن بالصيفية صحيح إفعلا يمكننا في عادات صحية وعادات غير صحية شائعة بين الناس مثلا مثل اللي قرينا هون على الفيسبوك من الأسئلة يجدنا البدء بس تفئي من النوم بكاسة مي دافية أو فيها ليمون هل هو شيء صحي أو حتى أنه ما يتعشر واحد بعد الساعة 7 فشو مدى صحة هدول القصص؟ الأول واحدة الصحيحة ليش؟ كأنه هي أول شيء بتنظف لك الأمعاء والمادة إذا لدينا أكتاوم إذا لدينا مساك مثلا في عندك جهاز المناعة كمان بتتأوي لأنه في الليمون فنحن فأعتين على شتى هلاء القريب والأصص تعطيك بتأوي تعطيك النشاط ومثل ما بدأ الديتوكس صراحة بس الديتوكس فيه شغلات زيادة فهي صحيحة ما نسأ أبداً وكتير منيحة هلا بالنسبة لبعد الساعة 7 إذا كان أنت بدك تنام الساعة 10 فيفضل أنه يكون العشرة الساعة 7 مزبوط هذا الحكي أما إذا أنت سهران يفضل أن يكون الساعة 9 وعطنا عشرة توقف أكل إذا كتير جعنا نقدرنا أكل شوية خضار أو عصائر إذن دي صحة النظرية اللي بتقول أنه كل سيدة كلمات كبر بالعمر يمكن بيقل تفاعل الرجيم أو أي نظام غذائي هي راح تقوم فيه هل هالشي صح أو لا؟ صحيح هذا الشيء أو مجوزة أو معنا مجوزة كمان حتى لمجوزة ومعنا مجوزة فيه فرق لأنه فيه إجهاد معين بصير سواء بين الزوجة بالنسبة لكل ما كبر العمر كل ما صار الاستقلاب أقل الحرق أقل حتى الإرادة لأنك تتحكم بأكلك أو مثلا تحرم حالك أشياء هو ما بصير تحرم حالك نحن نخفف الحلو نخففها دول الأصص اللي منحبها بتصير أقل فمشان هيك نعوضها شوي بالرياضة زيادة نقلل السعرات الحرارية نعرف شو العزمنا كل بها الحالة نحن وقتها لأ أنه صح استقلابنا عم بقل ونحن بالعمر عم نكبر بس يشي عم نعوضه طب إفانا شو تعطي نصيحة لكل سيدة قررت تبدأ بالرجيم بأي يوم من أيام الاسمو مضروري يمكن تعطيه وقت معين شو هي الخطوات اللي لازم تتبع أول شي ما تقول أنا سبعة جاي بتبلش أنا السبت بديبلش لأ بلش أمتى ما بديك لك خافة من الدايت من نظام الغذائي نظام الغذائي هو عبارة عن ترتيب الوجبات اللي تأكلية لتعرفي شو تأكل الكميات الموجودة فيها ما في يعني أنه نحن نظام الغذائي فنحن نحرم حالنا في ممكن يوم فري عنا هي وجبة الفري بس مو كم أنت يعاكلوا كل شيء بس وجبة أنا أكد وجبة فري مو نفتحها فطور غضاء عشال وفطور كتير مهم بالنظام الغذائي لن نكنسل ولا وجبة من الوجبات وجبات الخفيفة تكون عبارة عن فواكه وعن عصير ممكن بوشار فبهالشي أنه كمان أنه نحن أخذنا المصادر الغذائي لشويات الخضار الفواكه البروتينات ما نحرم حالنا اللي للكمية ما أنك قدراني أنت تعمل كونترول في أخصائيين هم المسؤولين عن هذا الشي فيك تروحي لعندهم وتراجعيون يساعدوك كتير مهم يكون مع النظام الغذائي الرياضة لأنهم مترابطين الرياضة مع النظام الغذائي ما بفيد بدون عفوان وبنقبل بالعكس فهيك نحن نكون فبتي بنظام الغذائي ما حرمت حالك بشي ونزلت لوزني وديش كمان يمكن مهم السيدة تعمل تحليل قبل ما تروح لعند أخصائيات التغذية تحليل يمكن يعني بتقليل عليها لحتى تيجي لعندك كمان لازم تعالج إذا في شي أكيد أول ما بجمعنا نحن شرط الأكل هو اللي يكون عمي نصحة بسألك أنه أنا أوكي عم باكل ما أنا ما باكل بس أنا عم بسمن يكون عندهم مشكلة بالاستقلاب الأنسولين الكورتزون فيهم مشاكل ممكن يكون عندهم الغذة قصور الغذة أو فرط نشاط حسب الحالة السكري بيأثر الكوليسترول بيأثر وهم شي النفسي هي اللي بتأثر تلعب دور بهذا الشي دائما لما تجي أي صبية لعندك أو سيدة شو بتقلي له يعني شو بتعطيها كمان فيه إمكان شي نفسي إيفانا حتى تقدري توصلي معا لنتيجة تماما لأول شي أنا بطلب التحاليل إذا ما كان فيه أي مشكلة صحية فأنا بإلا أكتر كلمة بيستخد مثل ما أنا بدي ساعدك أنت بديك تساعدين إذا أنت وانك حاطة ببالك تنحفي أو مثلا تعملي كنترول لأكلك أنا قد ما أعطيتك أنظمة وقد ما كنت وراكي وقد ما كنت تتراجعين وما لحنا نستفيد لا تخافي من نظام الغذائي نظام الغذائي ما أنا بوعبوع نظام الغذائي شي حلو نعرف شو ناكل ومثل ما قلته أن مصاد الغذائي لاز تكون موجودة والكميات نحن نحددها ووقتها أنا لما هي بشوف نظام الغذائي اللي أنا بأكل كل هات أقول لها أوكي هو صح مان وحر مان بس في كنترول للكميات كنترول للشغلات اللي عم تستخدميها وتأسيم للوجبات إيفانا بالخطام بعيدا عن الرجمات وعن السيدة بس بدنا نصيحة كل أم ابنة يمكن هلأ من جديد دخل على المدرسة كمان نظام غذائي بأول فترة بتحسي بيصير معه يمكن مغسل ولا درعب أو شي شو الأكل لازم تبعته معه على المدرسة أو شو هي الوجبات كيف قدية لازم يكون في بعض بيناتها يمكن الشي بيبعته معه صندويس 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 خبس 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 هذا الشي خطأ شما ينعسوا كمان لأنه بين الصيف والمدرسة صح في فرق كتير وفي ماضي نصيحة هنا ملا إجراء مدرسة هلأ كتير مهم إذا ما بدأت تفطره هي قبل المدرسة أو ما عند وقت بفيق دغري أنه تشربه كاسة الحليب على القليلة تعمي شوية خضار أو فواكه تبعت معه مثلا شي حلو مثل تعمل صندويس حلاوين كتير مهم أنه يكون في حلو شان التركيز شان السكر شان الطاقة يعني بيكون هو نايم فحرق السكر كله شان يقدر يأخذ الطاقة مربى مثلا ممكن مثلا صندويس الزعتر اللبنة جبني هذا شي خفيف مو مكدوس هلأ موسم مكدوس تقيل المكدوس لويت حالة وقصص لا مثلا مثلا في ناس تعمل بيض مسلوق آه كمان كتير تقيل البيض مسلوقي يفضل أنك تطعميها وبعدين لما هو مثلا على الفرصة الأولى إذا أنت قدرت تططري يأخذ هالصندويشة يبتعدوا كثير عن المعجنات يبتعدوا كثير عن الشيفس هؤلاء الأصص مالا فائدة إلا إذا كان الطفلة نحيفة صار في شي تاني بقى فواكه فيها تبعت معه تفاحة موزة هاي الأصص طبعا هي الفرصة اللي بتكون نعتبر فينا نعملها أنه مثل وجبة خفيفة مع فطول خفيف لحتى يرجع هو يتغدى نعم يعني إيفانا كل هالمعلومات بتهم كل سيدة مثل ما قالنا بالمقدمة وإن شاء الله كمان كل سيدة تبتبع النصائح إلتي عليها ودائما نقول أنه دائما سيدة حلوة بكل حالة لكن تعرف تحب حالة ما هيك؟ أكيد أهم شي تحب حالة أكيد أهم شي أهلا فيكم شكرا لإلك إيفانا اليوسف وشكرا لكل شي بتات مينا يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم